امر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسنك به عذب المنهلي حتى تتم الاستفادة اهلا وسهلا بكم بعد ان انهينا دروس الوحدة الاولى القسم النظري والمسائل بشكل تفصيلي ننتقل الوحدة الثانية والتي تتكلم عن الميكانيك والطاقة ما هي دروس المولدة في هذه الوحدة؟ لدينا سبع دروس الدروس هي القوة القوة الحامل واحد سواء بنفس الجهة او بجهتين متعاكستين وايضا لدي القوة المتوازية والقوة المتلاقية ومبدأ الفعل ورد الفعل وعزم القوة والطاقة كلها سوف ندروسها بان الله تعالى بشكل تفصيلي بداية لدينا الدرس الاول في هذه الوحدة من دروس الوحدة الثانية الميكانيك والطاقة الدرس الاول القوة التي لها حامل واحد قبل ان نأخذ ونفصل في القوة على حامل واحد بنفس الجهة وبجهتين متعاكستين ما هي القوة؟ ان خير من استأجرت القوي الامين القوة مطلوبة القوة مطلوبة في اداء الاعمال القوة مطلوبة في التغلب على اهواء النفس القوة مطلوبة للتغلب على الاعداء وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير فتم تفضيل المؤمن القوي لأنه قادر على البذل قادر على العطاء قادر على تجهيز الجيوش قادر على بناء المساجد قادر على تقديم المساعدة للآخرين قادر على أيضا البذل والعطاء فالقوة مطلوبة ما هي القوة؟ نستطيع أن نعرف القوة من خلال عدة أمثلة كمقدمة لدينا مثلا الماء الجاري لدينا نهر هذا النهر نلاحظ أن هناك أشياء أجسام موجودة على وجه هذا الماء يقوم النهر بنقله من مكان إلى مكان لدينا قارب القارب يستفيد من قوة هذه المياه فنقول أن المياه قد غيرت حالة حركية للقارب كان القارب مربوط ساكن على ضفة هذا النهر عندما قمنا بإرخاء الحبل فقامت المياه بتحريك هذا القارب فنقول أن الحالة الحركية تغيرت أيضا نستطيع أن نقول الرياح مثلا الرياح إذا كان لدي شجرة مقابل مصد للرياح تكون مقابل الرياح نلاحظ تغير شكل هذه الشجرة شكلها أغصانها تصبح على الطرف الآخر الطرف المقابل الهواء نلاحظ الأغصان لا توجد في الطرف المقابل الهواء وإنما تتجه إلى الاتجاه الثاني فتغير شكل الشجرة أيضا لدي كرة هذه الكرة موضوعة للأرض وهي ساكنة إذا قمت بيركل هذه الكرة عندما ركدنا هذه الكرة وستددنا باتجاه الهدف نلاحظ أن الكرة تغير شكلها في البداية إذا كان لدي الهواء كمية الهواء قليلة عندما نركل الكرة نلاحظ انضغاط الكرة فتغير شكل الكرة وأيضا الكرة كانت ساكنة ونقلناها فنقول أن شكل الكرة تغير وأن حالتها الحركية تغيرت لدي آلية سيارة وسيارة تمشي قمنا بالدعس على الفرامل فنلاحظ أن عندما ندعس على الفرامل السيارة سوف تكون سرعتها كبيرة مثلا ثم تخف السرعة فخفضنا من سرعة السيارة فنقول أن القوة إما أن نغير شكل الجسم أو أن نغير حالته الحركية نستطيع أن نقول إذا الجسم عندي ورقة قمنا بتنزيق هذه الورقة غيرت شكلها فكيف تغير شكلها من تلقاء نفسه بالتأكيد لا طبقنا عليه قوة حتى استطعنا أن نمزق هذه الورقة فماذا نقول عن القوة؟ نستطيع أن نقول أن القوة هي كل مؤثر هي كل مؤثر قادر على تغيير إما تغيير إما شكل الجسم أو حالته الحركية طيب ما هي أنواع القوة؟ ذكرنا من خلال أمثل عدة أنواع القوة لدينا مثلا قوة الماء الجاري إذن قوة المياه سواء الساكنة أو الجارية كيف؟ مثلا المياه إذا كانت المياه محجوزة خلف سد فنلاحظ أن المياه تمتلك هذه طاقة كاملة هذه الطاقة الكاملة نستطيع أن نراها من خلال فتحات التي توجد في أسفل السد هذه الفتحات ينساب الماء منها بقوة ضغط كبيرة نتيجة كمية المياه الكبيرة فإذا قمنا بإجراء الفتحات بالطرف الأسفل للسد تنزل المياه بشكل مضغوط فتكون هناك عنفات هذه العنفات عندما يصطدم البابها يقوم بتدويرها فتتولد الكهرباء فنقول أن المياه الساكنة لها طاقة وهذه طاقة كاملة وإذا لدي المياه الجارية طاقة حركية تقوم بنقل السفن ونقل البضائع الحالة الثانية والقوة الثانية مثل قوة الرياح قوة الرياح التي تدور الطواحين قوة الرياح التي تغير شكل الأشجار قوة الرياح التي تقوم بنقل الأشسام من مكان إلى مكان لدينا أيضا مثلا أشكال عديدة للقوة لدينا مثلا القوة القوة المغناطيسية حيث أن الأشسام حيث أن الأخطاب المتماثلة موجب مع موجب أو سالب مع سالب الأقطاب شمالي مع شمالي أو جنوب مع جنوب تنذنافر وإذا كان لدينا أقطاب مختلفة جنوب مع شمالي يحدث تنالك تجاذب وإذا لدينا القوة العضلية شكل الرابع إذن قوة عضلية إذن أشكال عديدة جدا قوة عضلية نستطيع بوسطتها القوة العضلية أن نرفع الأجسام أن ننقلها أن نغير شكلها هذه بالنسبة إلى تعريف القوة وأنواع القوة نأتي إلى السؤال الذي سيرد في كافة الدروس المقبلة وهو عناصر القوة حيث يأتي السؤال في الامتحان على الشكل حدد بالكتابة والرسم عناصر محصلت قوتين فما هي عناصر القوة لكل قوة أحبتي أربع عناصر يعني أنا عندي جسم وهذا الجسم أريد تحريكه كيف أحرك هذا الجسم بداية علينا إذا كنا نريد سحبه أن نمسك هذا الجسم لا أستطيع وعن نواقف هكذا نقول الجسم تعالي عندي لأية الجسم علينا أن نمسك الجسم إما نسحبه إذا كنا نريد سحبه أو نقوم بدفعه إذا أرد نقله فبداية علينا أن نؤثر على الجسم بنقطة هذه النقطة نقطة تلامس يدنا مع هذا الجسم عندما نريد دفعه هذه نسميها نقطة تأثير القوة إذا العنصر وعلينا أن نلتزل بهذا الترتيب إذا ما هي العناصر العنصر الأول وهو نقطة تأثير القوة ما هي نقطة تأثير القوة هي مكان التقاء القوة بالجسم سواء كنا نريد سحبه دفعه رفعه للأعلى شده للأسفل مكان تعليق القوة بالجسم وسحبه أو شده أو دفعه هذه هي نقطة التأثير العامل الثاني وهو نقطة أثير حامل القوة ما هو الحامل أحبتي يعني الطلاب لا يستطيعون تمييز بين القوة وبين حامل القوة حامل القوة بشكل مبسط جدا الحامل هو عبارة عن المستقيم المحمول عليه القوة يعني مثلا إذا كان لدي هذه القوة بهذا الشكل هذه مثلا لدي هذه F مثلا لدي هذه F ما هي حوامل هذه القوة بكل بساطة أحبتي الحامل هو المستقيم المرسوم عليه القوة المحمول عليه القوة يعني أستطيع أن أرسم امتداد القوة الأولى وهذا الامتداد هذا الخط المنقط والذي محمول عليه F يسمى حامل القوة هذا المستقيم هو حامل القوة ما حامل القوة بهذا الشكل نرسم الامتداد إلى اليمين وإلى اليسار فنقول أن هذا الخط هو عبارة عن حامل القوة القوة محمولة على هذا الخط اللون الأسود هنا محمولة على الأزرق وأيضا ما حامل هذه القوة نستطيع أن نرسم الامتداد بهذا الشكل فنقول أن هذا الخط المنقط هو عبارة عن حامل القوة إذن حامل القوة هو المستقيم الذي توجد عليه القوة المحمولة عليه القوة طيب العامل أو العنصر الثالث وهو جهة القوة جهة القوة ماذا نقصد بهذا الكلام؟ يعني مثلا هنا نستطيع أن نقول أن جهة القوة باتجاه الأسفل الحامل هو الشاقول وجهة القوة بجهة الأسفل قد تكون جهة القوة باتجاه الأعلى الحامل هو الشاقول الحامل نفسه ولكن هذه القوة باتجاه الأسفل وهذه القوة باتجاه الأعلى هنا لدي الحامل هو الأفق الخط الأفقي الخط الإكسات فنستطيع أن نقول أن الاتجاه إما يكون باتجاه اليمين أو باتجاه اليسار نأتي إلى العنصر الرابع والأخير وهو شدة القوة شدة القوة طبعا شدة القوة هي عبارة عن مقدار القوة التي نريد تطبيقها على هذا الجسم حتى نحركها إذا كان لدي شيء صغير نريد تحريكها نطبق قوة صغيرة فإذا كان لدي سيارة هذه السيارة أريد دفعها قمنا الصباح بتشغيلها ولا تشتغل السيارة فنريد دفعها حتى نشغلها مثلا نأتي بأصحابنا بأصدقائنا حتى نستطيع أن نطبق قوة كبيرة تحتاج قوة كبيرة السيارة حتى نقوم بدفعها أما إذا كنت مثلا أريد رفع هذا القلم لا دعي لي أن أجمع الحارة حتى أرفع هذا القلم هذا القلم يحتاج إلى قوة صغيرة حتى أستطيع رفعه فشدة القوة تتناسب مع الشيء الذي أريد تحريكه إذا كان الشيء هذا كبير فنطبق عليه قوة كبيرة وإذا كان صغير طبعا شدة القوة ما وحدتها وحدتها هي أنوة هذه بالنسبة إلى عناصر القوة سنتعرف على الفقرة المهمة جدا وهي ما هي العناصر للقوة وإذا كانت الحامل واحد بنفس الجهة وبجهتين متعاكستين ما هي هذه العناصر سنتعرف عليها ونقوم بتطبيقها في حل المسال إن شاء الله كتطبيق على عناصر القوة لدينا كرة هذه الكرة تسقط تحت تأثير ثقالها عندما نترك كرة تسقط تحت تأثير ثقالها هذه الكرة كتلتها 0.5 كيلوغرام والمطلوب أكتب عناصر القوة لكتابة العناصر لدينا العناصر نقطة أثير والحامل والجهة والشدة إذن أولا نقطة أولا العناصر هي أربعة عناصر نقطة التأثير ما هي نقطة تأثير؟ طبعا الكرة عندما تسقط تسقط تحت تأثير قوة ثقالها وقوة ثقال كما عرفنا هي قوة جذب الأرض للجسم فهذا هي مركز الكرة الأرض تقوم بجذب هذه الكرة باتجاه الأسفل بقوة سوف نرمزها بالرمز W رمز قوة ثقال W وسوف تسقط الكرة باتجاه الأسفل فنقطة أثير يعني هذه القوة أين تؤثر؟ بأقول لديها كرة ولديه كرة على الأرض هذه القوة تؤثر على الكرة للأرض لا أكيد إننا ما ندرس هذا الكرة فقوة ثقال هي تؤثر على نقطة أثير مركز هي مركز ثقل مركز ثقل الكرة يعني في المنتصف في المنتصف الكرة ثانيا الحامل ما هو حامل القوة ثانيا إذن حامل القوة ما هو حامل القوة نستطيع أن نرسم الحامل الحامل هو عبارة عن امتداد امتداد هذا القوة فنقول أن الحامل هو عبارة عن حامل شاقولي الحامل حامل القوة هو شاقولي هو الشاقول ماذا نقصد بالشاقول يعني أعلى وأسفل الأفق يمين يسار والشاقول أعلى أسفل طيب الجهة ما جهة قوة الثقل ثالثا جهة قوة جهة القوة طبعا بالتأكيد قوة الثقل أي جسم نتركه يسقط تحت تأثير ثقلي فقط فإنه سوف يسقط ومعنى السقوط يعني بتجاه الأسفل لأن الأرض تقوم بجذبه بقوة هذه القوة نسميها قوة الثقل إذن جهة القوة هي نحو الأسفل قوة الثقل دائما نحو الأسفل طيب ورابعا وأخيرا وهي شدة القوة ما مقدار القوة المطبقة على هذه الكرة حتى تسقطها باتجاه الأسفل إذن شدة القوة نستطيع أن نقول طبعا ميزنا بين الكتلة والثقل انتبه تماما على الفرق بين الثقل والكتلة ماذا نقصد بالكتلة الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة فإذا يتينا بأي جسم ووضعناها على الميزان الرقم الذي يطلع على الميزان الكيلوغرامات التي تقرأ على شاشة الميزان هي عبارة عن كتلة أما الثقل ما هو الثقل الثقل هو قوة جذب غير هذا الرقم الذي طلع على شاشة الميزان هذا الرقم مثلا صعدنا على الميزان وليكون 70 كيلوغرام مثلا هذه 70 كيلوغرام تمثل كتلة الجسم طيب ما هو ثقله ثقله نقوم به هو قوة جذب الأرض الجسم لذلك نضرب بجاذبية الأرض فنضرب رقم 70 بعشرة جذبية الأرض فيلتج لي سبعمائة نيوتن هذا يتمثل ثقل الجسم فهذا فرق بين الثقل والكتلة الثقل الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة أما الثقل هو قوة جذب الأرض للجسم فشدة القوة هي W هي W رمزناها بالرمز W ما هذا تساوي؟ تساوي إلى كتلة الجسم مضروب بالجاذبية الأرضية دائما الرقم الكتلة إذا ضربناها بعشرة بالجاذبية ينتهي جذبية الثقل طبعا الكتلة أعطانيها في نص سؤال وهي 0.5 0.5 ضرب جاذبية 10 10 متر ثانية ناقص 2 0.5 ضرب 10 الصفر يذهب بالفاصلة أو نستطيع أن نكتب 0.5 بشكل كسري تصبح 5 على 10 مضروبة بعشرة 10 بالبصنة 10 بالمقام والناتج هو عبارة عن 5 ولا ننسى الواحدة الواحدة مهمة جدا وعليها علامة في الامتحان نهاي لا ننسىها 5 أن يتم بهذا الشكل نكون قد كتبنا عناصر قوة الثقل عندما يسقط الجسم تحت تأثير قوة الثقله فقط نقف هنا مع هذه الفقرة المهمة جدا يأتي السؤال بالامتحان على الشكل التالي حدد بالكتابة والرسم عناصر محصلة قوة على حامل واحد وبنفس الجهة وعلى حامل واحد وبجهتين متعاكستين قمنا بالمقابلة حتى تسأل علينا الأمور بنفس الحامل نفس الحامل وبنفس الجهة نفس الحامل هذه هاتين القوتين عندي سيارة وقمنا نحن شخصين بدفع هذه السيارة فنحن نفس الحامل الحامل وهو الطريق يعني الأفق وبنفس الجهة ندفع السيارة باتجاه الأمام فهتين القوتين تؤثر على هذا الجسم هذه النقطة هي نقطة تأثير F1 هذه النقطة هي نقطة تأثير F2 كيف ستكون محصلة؟ يعني إذا قمت باستبدال هذين الشخصين 4 نيوتن و 5 نيوتن سوف نأتي بشخص نستعيض به عن هذين الشخصين سوف يؤثر على نفس السيارة على نفس الجسم غير معقول أنه أثر على جسم آخر نحن نريد تحريك هذا الجسم فنرسم بهذا الشكل وهذه نسميها المحصلة طيب هذه المحصلة التي رسمناها ما هي عناصرها؟ ما هي عناصرها؟ يعني أنا أريد أن أستغني عن هتين قوتين وأستبدلهما بقوة واحدة ما هي هذه العناصر؟ نحن نعلم أن العناصر هي أربعة العنصر الأول وهو نقطة التأثير العنصر الثاني وهو حامل القوة العنصر الثالث وهو جهة القوة والعنصر الرابع وهو شدة القوة في هذه الحالة ما هي هذه العراصر؟ بداية النقطة تأثير نقول أن نقطة تأثير المحصلة هذه النقطة هي نفسها نقطة تأثير F1 وF2 فنقطة تأثير المحصلة هي نفسها نقطة تأثير القوة F1 فاصلة F2 ما هو الحامل؟ الحامل إذا قمنا برسم مستقيم نلاحظ أن القوة الأولى والقوة الثانية والمحصلة محمولات على نفس الخط على نفس الامتداد على نفس الحامل فنقول أن حامل القوة هو حامل القوتين F1 وF2 جهة القوة المحصلة نحن نقوم بسحب الجسم بهذا الاتجاه كيف يستحرك الجسم للأعلى؟ للأسفل؟ إلى الخلف؟ لا أكيد لا سوف يتحرك بنافس جهة القواتين قوتين شد الجسم بالاتجاه سوف يتحرك الجسم بنفس اتجاه القواتين إذن جهة القوة هي نفسها جهة القواتين قوتين يمين الجسم يمين قوتين باتجاه الأعلى جسم يتحرك باتجاه الأعلى نأتي إلى شدة القوة ما هذه القوة؟ باعتبار أن القوتين متفقات بالرأي فالمحصلة جمع باعتبار أن القواتين بنفس الاتجاه فالمحصلة جمع إذا كنا نمشي بقوة 4 نيوتن ودفعنا الهواء بقوة 2 نيوتن فنحن نمشي بقوة 6 نيوتن سوف تصبح مشيتنا أسرع لأن الهواء قام بدفعنا فأصبح 6 نيوتن فشدة القوة هي حاصل جمع هي حاصل جمع شدتي القواتين ونكتفي بهذا الكلام فنكتب F المحصلة تساوي F1 الأولى زائد F2 ونستطيع أن نعمم هذا الكلام قد تكون لدي عشرة قوة تؤثر على الجسم فنكتب F1 زائد F2 زائد F3 حسب القوة الموجلة عندي طيب بهذا الشكل وإذا كان هذا السؤال ضمن مسألة نقوم بتعبيض هذه القيم يعطيني F1 وF2 وF3 نقوم بوضع هذه القيم وجمعها والمحصلة ناتج الجمع هو عبارة عن محصلة هذه القوة طيب بنفس المناقشة ثماما إذا كان لدي جسم وهذا جسم يخضع لقوتين لهما نفس الحامل إذا رسمنا الامتداد نلاحظ أنهما نفس الحامل ولكن جهتين متعاكستين كيف سيتحرك هذا الجسم مثل لعبة شد الحبل لعبة شد الحبل فريق يمين وفريق على اليسار ويوجد في المنتصف عقدة هذه العقدة تتحرك يمين ويسار فيقوم الفريقين عند بدء اللعبة بأشد كيف سيتحرك الحبل يا أما يتحرك باتجاه الفريق الأول إذا كان أقوى يا أما باتجاه الفريق الثاني إذا كان أقوى يا أما يبقى مثل ما هو ساكن متى يصبح الحبل ساكن في لعبة شد الحبل عندما تكون قوة الفريق الأول تساوي قوة الفريق الثاني طيب هنا كيف سيتحرك الجسم؟ حسب الرسمة هنا رسمنا F2 أكبر فأكيد القوة اللي باتجاه اليمين صغيرة وباتجاه اليسار صغيرة فالمحصلة سوف تكون بهذا الشكل طيب لماذا رسمتها أقصر؟ عرفنا نقطة الرسم وعرفنا الاتجاه لماذا رسمتها أقصر؟ لأن هناك تعاكس فهذه القوة سوف تذهب وسوف تفني من هذه القوة بمقدارها والزيادة والغلبة تبقى بمقدار تفوق الف2 على الف1 يعني مثلا هاي 7 نيوتن وهاي 10 نيوتن هذه 7 نيوتن تأكل 7 نيوتن من القوة الثانية فكم يبقى؟ يبقى لديه 3 نيوتن تفوق للقوة الثانية الأولى فنرسم هذا شوعة 3 نيوتن مثلا فهذه يسمى شوعة المخصيرة كيف أكتب؟ طيب نفس الكلام تماما ونفس المناقشة لدينا نقطة التأثير ولدينا حامل القوة ولدينا جهة القوة ولدينا شدة القوة يلا كيف نكتب نقطة تأثير؟ ما هي نقطة تأثير؟ هي نفسها نقطة تأثير القوتين هي ملاحظة تطابق نفسه إذن هي نفسها نقطة تأثير القوتين أما الحامل أيضا حامل هذه القوة F هو نفسه إذا رصد امتداد الامتداد هذا يحمل F1 ويحمل F2 ويحمل F حامل القوة هو حامل القوتين طبعا F1 وF2 وأيضا نستطيع أن نعمل F1 وF2 وF3 نفس الكلام جهة القوة أين تكون جهة المحصلة؟ كيف يتحرك الجسم؟ سوف يتحرك الجسم البقالي الأقوى أحبتي الأقوي هو الذي يفرز سلوطه القوي هو الذي يفرز سلوطه فالبقالي الأقوى هنا فالقوة هي الأكبر حسب رسمتي هذه فنقول بشكل عام نحن لا نحدد هذه الرسمة نتكلم بشكل عام جهة القوة هي بجهة القوة الأكبر القوة الأكبر هي التي تسحب الجسم باتجاهها أما شدة القوة هنا لدينا اختلاف في الآراء لدينا اختلاف في الآراء لدينا اختلاف في الاتجاهات فماذا ستكون محصلة؟ لن تكون باتجاه واحد المحصلة المحصلة ستكون باتجاهها الأكبر الأكبر هو الذي يسيطر فشدة القوة كم تكون شدة القوة؟ سوف تكون أو نقول عنها هناك حاصل جمع شدتي القوتين هنا حاصل طرح شدتي القوتين ولا أكتفي بهذا الكلام أكتب الـ F تساوي F الكبيرة ولتكون F1 ناقص F2 أو F2 ناقص F1 لكانت F أكبر بهذا الشكل أحبتي تعرفنا على القوة وتعريفها وتعرفنا على أنواع للقوة وتعرفنا على عناصر قوة الثقل وتعرفنا على عناصر محصلة قوتين لهم نفس الحامل وبنفس الجهة وعناصر محصلة قوتين لهم نفس الحامل وبجهتين متعاكستين بإذن الله تعالى في اللقاء القادم سوف نأخذ تطبيقات عملية ونقوم بحل أسئلة الدرس حتى نثبت المعلومات إلى ذلك الوقت نستدعكم الله الذي لا تضيع وداعه بأمان الله ولا تنسونا من دعائكم وتابعونا حتى نقدم لكم دائما ما هو الأفضل وأثرونا وأفيدونا بالتعليقات حتى بإذن الله تعالى دائما نقدم لكم ما هو الأفضل السلام عليكم